التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع لإنتاج الحربي مع الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول لقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء مجالات تعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الجانبين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري مع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطية مشيرا إلى توافق الرؤى خول مختلف القضايا والموضوعات بما يساهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة فيما أشاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة معاربا عن تطلعه لتعزيز أفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطية وكان الفريق أسما عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد التقى الأدميران روب باور والوفد المرافق له وتنول اللقاء علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة